السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? وصفتنا النهاردة الطعمية البيتي. ازاي تعملوها بكل سهولة? من غير ما يكون عندكم مسلا مفرمة او كبة. هتعملوها ان شاء الله بكل سهولة. زي ما انتم شايفين كده انا في عندي فول. فول ده زي ما انتم شايفين ده اللي هو ايه الماتشوش? اللي هو خاص بالطعمية. عندي تلات حزم من الخضرة. حزمة كزبرة. شبت. الكرات عفوا. وعندي بصلايا صغيرة. وعندي حوالي عشر خصوص توم. آآ الكرات ده لو انتم مش عارفينه بيدي طعمه نكهة جميلة جدا للطعمية. زي ما انتم شايفين كده الفول عندي منقعة تقريبا من اربع لست ساعات. دلوقتي هنجيب كوبية مية صغيرة. علشان ايه? لما نيجي نفرم الحاجة. دلوقتي نروح الخلاط. هنحط تقريبا تلات معالق مية او اربعة. وهنضيف الخضرة. لان انتم عارفين مجرد ما الخضرة لفت في الخلاط بينزل منها سوائل. فاحنا مش عايزين نقطر السوائل دي. اول حاجة احنا فرمناها. واخدنا معنا حبة حبة كده. من الفول وخلطناها مع الخضرة. هنجيب مصبع كده. الكمية اللي احنا نفرمها او نخلطها على الخلاط. نحطها في المصبع علشان تنزل كل السوائل اللي موجودة. هنفضل كده كده لغاية لما نخلص كل الكمية اللي معنا. تمام? بعد كده نحاول ان احنا ننصف في كل حاجة. علشان تبقى معنا جفة. علشان نقدر نشكلها. خلاص هي كده ما بقاش فيها ولا اي سوائل خالص. دلوقتي هنركنها على جنب. وهنجيب بولة صغيرة كده. وهناخد على قد الاستعمال. احنا عاملين كمية. عاملين تقريبا حوالي نص كيلو. آآ زي ما اتم شايفين جبنا الكمية اللي احنا هنستعملها. حطينا عليها شوية ملح. شوية كمون. فلفل اصمر. كسبرة مطحونة وكسبرة حب. زي ما انتم عايزين. وهنجيب شوية كربونة على طرف المعلقة الصغيرة. وهنضيفها كمان. ما تكتروش عشان ما تمررش معكم. طبعا هنقلب كل المكونات دي مع بعض. علشان هي ايه تتجانس معنا. كويس. وعلشان لما نيجي نشكلها يبقى كل الخلطة واخدها من نفس نكهة البهرات دي. تمام? كل ما كانت البهرات معمولة لسه الديد. كل ما كانت نكهة الطعمية حلوة او اي اكلة انتي بتعملي. لازم تكون البهرات لسه انتي طحناها. يعني ما تكونش عندك يبقىها من زمان. طبعا زي ما انتم شايفين كده المواد الجنسة دلوقتي في طوصة. هنحطها على البتجاز فيها زيت. وهنشكل التشكيل اللي يعجبكم زي ما انتم شايفين كده. كده. اغلب التشكيل زي ما انتم شايفين اللي هي الدوائر. طبعا لا تخنيها ولا ترفعيها قوي. لو تخنتيها بتبقى ايه? قلبها طري من جوة. ولو رفعتيها راح ايه? تتحرق منك وهتبقى ايه? نشفى على الاخر. طبعا خلاص هي خلت معي اللون الدهبي. خلاص انا هعلي البتجاز عليها. علشان احنا ناخد اللون. خلاص هي كده ايه? استويت من جوة. طبعا لو انت شايفها تخينة معاكي. حاول ان انت ايه? بطرف المعلقة كده. تحركي ما بين الواحدة والتانية. وتحط عليها زيت من فوق. علشان ايه? تستوي معاكي بسرعة. آآ طبعا زي ما انتم شايفين كده خلاص آآ مجرد ما انا اطول الطعمية راح احطها على ورق مطبخ مسلا او لو انت عندك المصفى اللي بتصفي فيها المقالي اللي انت بتقليها يبقى احسن انتوا عارفين الحاجات ديت بتشرب زيت. علشان ايه? تصفي الزيت. اول باول. ما شاء الله كده الطعمية خلصت معانا كده. وزي ما انتم شايفين دي شكلها بعد ان هي ما طلعت بالزيت. دي اللي احنا كنت عاملينها بسمسم. ما شاء الله طرية وحلوة. مش نشبة. قلبها ايه? مستوي ومفرغ. يعني حاجة تحفى والريحة تجنن. ما شاء الله. ديت اللي من غير سمسم. طبعا زي ما انتم شايفين. حلوة وجميلة. بصوا ازاي شكلها وازاي قلبها. يعني لو ما فيش عندكم مفرمة او كبة. تقدروا تعملوها بالخلاط بكل سهولة. طبعا لو انتم عاملين كمية تقدروا ان انتم تتعبوها باكياس كده. وتحطوها بالفريزر لحين الاستعمال. وتطلعوا اول باول. علشان ايه? انتم عارفين العجينة بتحمض وعمروها قصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.